بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفقون وإن يكذبوك فقد كذبك رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الأيات الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحعينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يفعد الكذب الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينقرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أسواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقف من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يزو البحران هذا عذب صرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لعما قريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاقوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأت بصلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذتوا الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الزبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بصود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إن ما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يسلون كتاب الله وأغاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سررا سررا وعلانية يرجون تجابة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الأفق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل التبير جنات عدن يدخلونها يعلون فيها من أساور من ذهب وبؤلؤا ولباتهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أعلنا داوى المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غير السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلهم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مضتا قل أرأيكم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آديناهم كتابا أم آديناهم كتابا فهم على بجنة منه بل إن يغذوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا ويقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نصورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يكيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله أن الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخذهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا شكرا